اي انا كنت بتكلم عن النقطة دي تعرفة عبدالله انا رغم الماتش والنتيجة بس شاف ان اول نص يعني شاف ان احنا من افضل البدايات ان اخضاغت فنة المصري جدا ككورة بقى انا بكلامك ككورة كورة واداوك واستحواز وكورة تانية بتاعتك وشغال عليكك فالهذا اللي حصلت خلال الشتوط الاولاني في اكر العشرة دا ربع ساعة دي ما كانش مطلوبة كنت لازم تكمل على كده وبقول لك هي كورة افطاء يعني زي ما بقول لك مش باص كلفك جون لو الباص باطلها سليم الاجمة كملة وتخلاص بكورة فريجيلي كونت اللي بتوصل لما كورة اطعت وتردت عليك والخطأ بقى مركب بتحاول تلحق الكرة اللي في الاول بكرت منك كده بالضبط كده والجون يعني طبعا من بخت كابتن علي ماهر ومبروك طبعا صرت المصري ان الجون جاي في توقيت يعني مميز انت داخله معاك جون يا عبدالله انت اصلا يعني كنت بتكلم الكلام دا وكان معايا سامح يوسف قابليها عشان الواحد اللعيب كورة فلس بقولهم يا جماعة في حاجة اسمها توقيت الهدف دا من اوحش توقيتات الاهداف اللي بتيه في اي فرقة انا بقولك ده توقيت واحد طبعا جدا اللي كانت مهتمد ومن افضل التوقيتات لأي يمدير تاني داخل كسبان واحد تقصر يعني بقول لي على الباله على الخاطر خلاص انت بتلم وارك وخلاص بتحضر لشوت تاني هتخش تقول لي لعيبتك ايه عشان تمزل لشوت تاني بزبط تعدل الكف او تشتغل على الامور اللي تقدر تكسبك فاجأ بتلاقي نفسك توطير فدي من اخطر الحاجات زي ما بقولك دي لازم اللعيبة زي ما بقولك من اول دي الاخر ديه يبقى تركيزها عالي والدين ما بيخلاصها لما صفرت الحكم دا اللازم اللعيبة تفوق وتعرفه وصفوق عليه تتغل ايه الفترة اللي جاية طب النهاردة انا كنت نفسي كابتن معتم الجمال كان يلعب بفرودين يعني كان نفسي يخلي الجزيرة وناصر مانسي كنتش عايز فرودين من ضمن السلبيات ممكن اللي حصل تخسرين النهاردة كان ممكن تستغل ان دا ينزل لك مضايبة اشتغل رصات بشكل كبير حتى زيزو اشتغل شوت تاني اشتغلنا رصات بشكل كبير شوت تاني كان محتاجة فرودين اللي اتنين بتعملوا بضاوم شكل كويس بس في الاقوة في الاخر يعني مش عايز اقولك هو اكتر واحد عايز هو اللي عايز بها المطبخ دلوقتي هو قادر واحد بظروف او بطريقة اللي بيستغل بيها النهارة في الاقوة في الاخر يعني ازا ما بقولك يعني هي مش نهاية المطاب انت خسرت مباربة مخسرتش دوري مخسرتش كاس مخسرتش بطولة بمعنى صح دا لسه بدري جدا على انت تقولي انت روحت فين اوه قلت حسمت لمين لسه بدري على الكلام ده طبعا نجمنا ونجم الزمالك السابق والزميل العزيز الحريف محمد عبدالله سفنات زمالك ونطلعونا لعيبة الفترة الجاية للفريق الاول زي ما انتم شغلين الفترة الجاية